من الى جماعة نادي الاهلي النهاردة الاهلي بيفنش الراوند الخمستاشر قمة الترتيب عمل مطش نهاردة مع بنك الاهلي الناس بتشوفوا نواع على فترات رأيكم ايه؟ خلنا نعرضون لنستعرض الحالات بتاعت نادي الاهلي انتكلم صورة عن نادي الاهلي نهاردة نشو عبال يا جماعة من جهز الحالات بتاعت نادي الاهلي نادي الاهلي بقى أقل مجهود بيقدر نهاردة ياخد الثلاث نقاط وهو مش عاوز أكتر من كده النهاردة مباراة أخر مباراة قبل كسة العالم الأندية وكسبان الديربي وأول الدوري دي الإحصائيات بتاعت الماتش النهاردة 53 نسبة الاستحواية سواء الأهلي 18 محاولة على المرمة الأهداف المتوقعة 3.5 بالضبط فالنادي الأهلي نهاردة بقى أقل مجهود قدر أنه ياخد الثلاث نقاط عارف أنه رايح دلوقتي كسة عام الأندية الحمد لله ما كانش فيه أي إصابات النهاردة موجودة عند النادي الأهلي وبنسبة كبيرة نادي الأهلي رايح منتشي واللعيبة بتاعته كلها جاهزة وزي ما بقولك النهاردة حسيت أن اللعيبة كانت دماغها في كاس عام الأندية خلاص فاضل أيامه لأهلا جدا بالضبط في كلهم كانش عاوز يحتاج أو يبقى فيه أي إصابات أو أي حاجة والنادي الأهلي بقى اللي مجهود النهاردة بيقدر يكسب وبيتطمن على مراكز كتيرة جدا لأنه مرورة عطية طبعا النهاردة كان أول ظهور لي يبتدي أساسي ونفس الكلام خدا عبفتاح لها بموتش يفات مساك ولكن النهاردة بيلعب باكرايت وقدى أداء رائع جدا طب نيجي نشوف وما ببيتش أزمة حادي نجل تعال نشوف يلا بينا ماشي عايزين نتكلم الأول قبل ما نرجع نيجي كرة من الأول بس قبل ما تيجي إحنا دوقتي بنتكلم دايما إن النادي الأهلي من الميزة اللي موجودة عنده دايما إن لما فيه تحرر للتلاتة بتوع نص الملعب واحد بيبقى موجود دايما واقف كسكرينينج أو ديستروينج لأي حاجة ديستروير لأي حاجة ممكن ترتد على النادي الأهلي ودايما بيزيد اللي مشهور أوي واللي معروف أوي أنه بيزيد هو حمدي فتحي ولكن طبعا كولر عارف إن حمدي فتحي الناس كلها حطت عينها عليه فبقى يعمل حاجة غريبة جدا بقى يحصل روتيشن ما بين حمدي فتحي وما بين ديانج وما بين مران عطية واحد يزيد اللي اتنين يزيدوا واحد يفضل مين بقى الواحد ده؟ دي بتبقى بناءا على الموقف في المباراة ونشوف هنا بس لا مش شرط هنا نفس الكلام برضو الكرة بتتلاقب فيه ضهر الدفاع على الأجناب بييجي هنا أحمد عبدالقادر وعاوز أقول لك برضو الميزة مع كولر من نادي الأهلي هي الزيادة العددية جوه نص جوه الثمنتاشر شوف هنا كام واحد من لعيبة النادي الأهلي ثلاثة مين اللي قطع ده؟ اللي قطع ده يستاذ الجوائي ده مروان عطية واحد من الثلاث لعيبة بتوع نص الملعب النادي الأهلي وعادي الناس أل أداء وعمل إيه؟ يعني شايف أداء وعمل إيه مع لا بداية مبشرة جدا جدا لعيب كان مهم جدا وعاوز أقول لك أن اللعيب ده كان يعني نادي الزمالك طبعا طبعا كيف ناء عليه من النادي الأهلي عشان كده اللعيب ده كان مهم جدا في منظومة نادي الزمالك في الطريقة اللي كان عاوز ألعب بها في ريرة عاوز بقى أقول لك هنا احنا قلنا الكورة الجودي الأول اللي حصل إيه؟ مرهان عطية هو اللي كان زايد من نص الملعب وهو اللي عملت دربكة جوه الثمنتاشر وفي الآخر والنادي الزمالك النهاردة نفس الحالة جوني التاني من نادي الأهلي حمدي فتحي برضو بيدخل جوه الثمنتاشر بيعمل دوشة جوه الثمنتاشر والكورة بيبيع فيها حظ كبير اللي توصل لمحمد شريف ولكن الزيادة العبدية محمدي فتحي لو مش موجود هنا مرهان عطية لو مش موجود هنا دينج لو مش موجود هنا مش هتلاقي الدربكة ومش هتلاقي الدوشة اللي بتحصل جوه الثمنتاشر وهي دي الميزة دائما اللي بيعملها مارسر كولر وبيقدر ان هو يكون فيه رقيب يعني النهاردة كنا بنشوف مثلا محمد فتحي ومحمود السيد على طول مسكين ألي ديان كان فيه معالة حالة بس معرفناش نجيبها الحالة دي كان ايه محمود السيد ماسك حمدي فتحي حمدي فتحي أمنزل قدام التمنتاشر بتاع النادي الأهلي فديانج هو اللي زاد فهو في النص مش عارف يروح يمسك مين فهي دي كانت الميزة النهار